حضرتك كنت قدمت نصايح في مقالة أو في بوستات كتيرة لحضرتك على إزاي الناس تتعامل مع السوشيال ميديا لو إحنا بننصح النهاردة الناس اللي بيتابعونا وعايزين ناخد من شبكات التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا أكتر أشياء تفيدنا تفيد حياتنا، تفيد عائلتنا، تفيد وطننا إيه نصايحك؟ نعمل إيه؟ طيب، أول حاجة في النصايح دي علشان نبني الوعي بتاعنا إن إحنا ما نصدقش تقريباً أي حاجة بتتقال على السوشيال ميديا ما نصدقش؟ ما نصدقش، إلا إذا إحنا عارفين الشخص اللي بيقول الحاجة ديت وهم متأكدين إن الحساب ده بتاعه يعني الحساب موفق بالعلامة الزرقة في البداية الحساب بتاع هذا الشخص فنقدر ناخد منه هذا الكلام بس مش ناخد الكلام برضو مسلم به ناخد الكلام ده ونطلع به بره السوشيال ميديا ندور في محركات البحث على الرأي والرأي الآخر هنلاقي فيه رأي تاني بيقول حاجة مختلفة ساعات كتير جداً بنلاقي فيه ناس بتحط أخبار وبعدين لما نخش على نعمل سيرش في جوجل وغيره نلاقي الأخبار دي مش موجودة أو فكرة أو موضوع علمي حتى بيتقال أو اكتشاف أو بحث علمي في موضوع ما وما نلاقيهوش ولازم برضو نبقى في الكتب والمكتبة والحاجات دي نشتغل عليها لكن جوه السوشيال ميديا موثقة فهي دي اللي أنا أقدر أخش عليها وأخذ منها الحاجات دي لكن الحد ده خلي مش عارف هو مين حتى لو ترندي وعنده متابعين كتير مش من مصلحتي أن أنا أخذ الرأي يعني يعني أننا نستقبل نستقبل اللي بنشوفه بواعد الشك بالكثير من الشك بالكثير من الشك تنسح الناس إيه تاني بالنسبة للسوشيال ميديا المدة بقى ما تبقاش بقى إحنا قاعدين أيمين نايمين في السوشيال ميديا كده لا يعني إحنا لو نقدر نلمت تبقى ساعتين في اليوم ساعة الصبح وساعة بالليل وخلاص ونجرب لو شخص يقدر أنه حتى يقعد يوم يومين من غيرها نقاوم الإدمان نقاوم الإدمان والهوس بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا عاملة زي الماء الملحة لو أنا عطشان وبشرب ماء ملحة هعطش أكتر فاشرب أكتر وعمري مهارتوي وعمري مهارتوي بطني هتباعد دي كده جملة درامية أدبية شديدة يا دكتور يعني تحول رقمي وأدب وسوشيال ميديا ماشي يا دكتور طيب دلوقتي بقى الإعلام والسوشيال ميديا العلاقة بينهم التأثير والتأثير من يقود ومن يصنع رأي يا حضرتك إيه في ده رأيي أن هما الاتنين لازم يكونوا موجودين هما الاتنين لازم يكونوا موجودين وما فيش واحد منهم هيلغي التاني لكن ما ينفعش أننا كمؤسسة صحفية أو جريدة معروفة ومرموقة وليها قراء أننا أخذ من السوشيال ميديا بدون التحقق إحنا لسه كنا بنقول نحن عايزين المستخدمين العاديين يكون عندهم التحقق والبحث قبل ما يدخلوا المعلومة لهم برضو في جراءوا البرامج والفضائيات يعني كل أشكال كل أشكال الإعلام لازم يتحقق من السوشيال ميديا ومن اللي مكتوب فيها وما يجريش وراء الترند برضو يعني هي فكرة أنت أنا بفقد المصداقية لما أنا أطلع خبر ترند شخصي يقوله أو جريدة تقوله وبعدين يطلع غلط أنا ما راهاش تاني ولا حتى حاجة فرقعة يعني أنا حتى ممكن أعمل فرقعة في العنوان وخش جوه أبقى قلت الحاجة بصورة تانية أوكي طب الإعلاميين بيقولوا والحقيقة أنا شايفة برضو أنهم محقين أنه ما ينفعش يبقى المجتمع منشغل بقضية مثارة على السوشيال ميديا أو موضوع وإحنا نتجاهل كأننا مش شايفينه يعني فحضرتك أنت قلت إيه يا تحقق إذن هم يشوفوا أو يتفاعلوا مع ما ينشر لكن بطريقة أكثر مهنية وحيادية ودقة عن اللي بيعملوا المستخدم العادي بالزبط كده لأن المستخدم العادي إحنا دلوقتي بنسميه إعلام المواطن أو إعلام المستخدم السوشيال ميديا أي حد معاه كاميرا وبيبوست ويكتب ويقول رأيه وكده لكن محدش هيجي في قناة فضائية ولا هيكتب في جورنان من الجرائد الورقية المحترمة غير لما يكون إحنا عارفين مين هذا الشخص فلو في حدثة وكل الناس بتتكلم وبيقولوا كلام صح وكلام غلط لكن هنيجي في البرنامج هنوثير القضايا أو يعني هنتكلم عن القضايا اللي احنا كنا بنتكلم عنها قبل كده قبل السوشيال ميديا كنا بنتكلم عن القضايا طبعا بس هنجيب ناس محترمة ناس فهمة في الموضوع ناس بتحط بتوصف المشكلة وبتحط حلول مش ناس عايزة تتكلم في الموضوع وتفرق نهيس في الهيسة نهيس في الهيسة طيب دكتور زياد آخر حاجة فعلا الترند بيسيطر على الرأي العام في عجالة بقى احنا كده بنقرب لآخر وقتين الترند بيسيطر على الرأي العام بيعبس في الوعي العام انصح التعبير للأسف اه بيعبس الوعي العام وعلشان كده احنا محتاجين الوعي العام يبقى فيه درجة نطج اكتر من كده وعي الكل هي المشكلة ان اغلب المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة هم الشباب الصغرين هو لسه وعيه ما تشكلش قناعاته ما تشكلتش ثقافاته ما تشكلتش ده مجال الخطورة الاكبر ده مشكلة اول معلومة هتجيله هي اللي بتلزأ عنده اكتر